ترجمة نانسي قنقر ومن بين الجانبي في مجال الخدمة المدنية موفد مركز الأخبار إلى أنقرة عبر الرحمن المدفع والتفاصيل في قاعة ملاءها إصرار بحريني تركي على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية تطابقت فيها الرؤى ووجهات النظر بين الجانبين سعيا لإيجاد سبل الملائمة لمضاعفة فرص الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين عقدت اللجنة البحرينية التركية المشتركة اجتماعها السادس لحضور صناع القرار الاقتصادي والتجاري في البلدين الشقيقين هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات المتبادلة للقيادة في البلدين وبالتالي ما بقى أمامنا هو المتابعة والتأكيد أن بعد اجتماعنا هذا سنحدد جهات للمتابعة في بلدين حتى نتمكن من متابعة الأعمال والتأكد من تنفيذها وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجهنا وأمنيتنا أن نرى في الاجتماع القادم للجنة تطور كبير في النشاط التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين وبالنسبة لوفد المقاولين فأعتقد وزارة الإسكان ستستضيف مجموعة من المقاولين اللي بيزورون البحرين ويطلعون على المشاريع المتوفرة في البحرين وفرص العمل سواء بالنسبة للعمل مع الإسكان أو مع المناقصات الأخرى الموجودة في المملكة العمل اللي نقوم به هو لمصلحة البلدين وهناك إيجابيات نراها واضحة للإنتاج والعمل وللوظائف لمواطني البلدين وقد تم تدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والقطاعات الحيوية وأكد الجانبان وجود آفاق واسعة لزيادة المعدلات الحالية للتجارة والاستثمار المشترك نتيجة الاجتماع رائعة أعتقد أنه اجتماع شامل ويرسم إطارا للتعاون في مجالات عدة كالسياحة والمقاولات والإسكان والصناعة وغيرها الكثير لا يوجد شك أن مخرجات هذا الاجتماع تمثل خارطة طريق شاملة أنا وأخي معالي الوزير البحريني ملتزمون بضرورة وجود عملية متابعة مستمرة وهو ما أكدته مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لضمان أن تحقق هذه الاجتماعات مسعاها وتؤدي إلى نتائج صلبة تنفع البلدين الشقيقين كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية وقعها عن الجانب البحريني معالي وزير المالية رئيس الوفد البحريني وعن الجانب التركي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد التركي والتي تعد أساسا صلبا لمزيد من التعاون المرتقب بين البلدين الشقيقين في المستقبل المنظور الاجتماع السادس للجنة البحرينية التركية المشتركة يختتم أعماله بإصرار ثنائي على تطوير العلاقات الاقتصادية والدفع بها إلى آفاق أرحب وبالتوقيع على مذكرة تفاهم وصفها نائب رئيس الوزراء التركي بأنها خارطة الطريق الحقيقية لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين أنقرة